في قصر بعبدة اطلاق الوثيقة السياسية الشبابية والرئيس سليمان يدعو إلى عدم التورط في مغامرات أمنية خارج لبنان أو داخلها كي لا يصير مصير الشباب إما الخروج من السياسة أو الخروج من الوطن كان لابد من وثيقة سياسية شبابية لمعالجة المشاكل كافة اقتصادية كانت أم سياسية بهذه العبارات استهل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كلمته في حفل اطلاق الوثيقة في قصر بعبدة في حضور رئيس الحكومة ووزراء ونواب وشخصيات وعدد من شبان وشبات لبنان رئيس الجمهورية أشار إلى الأزمة الوطنية الناشئة وفق رأيه من تعثر الحوار والعجز عن الوصول إلى مخارج للأزمات لا تكرروا ما فعله جيل الشباب قبلكم عندما انساق فصار وقود الحرب وضحية التسويات لا تتورط في مغامرات أمنية أو عسكرية في داخل لبنان وخارجه تحت عنوين أو لأجل أهداف غير متوافق عليها وطنية سليمان جدد التشديد على أهمية الحوار داعيا إلى تبصر بما نحن فيه من قطيعة وانقطاع في منار الجوار تقترب والاستحقاقات المالية والدستورية تدهمنا وبما أننا نقترب من موعد الانتخابات النيابية التي سنصر ونجهد لإجرائها قد يكون من الضروري الضغط على الأقطاب والمرشحين بغية إنتاج وعي جديد يأخذ في الاعتبار احتياجات الجيل الجديد وتطلعاته كما لا بد لنا من أن نعمل على إقرار قانون عصري جديد ينسجم مع روح الدستور وعلى الدولة الاستمرار في الدفع والضغط من أجل توفير مساحة أكبر لإشراك الشباب في العمل السياسي والوطني من خلال وضع الآليات الضرورية للإقتراع اعتبارا من عمر السامنة عشر والترشيح من سن الواحد والعشرين وأكد رئيس الجمهورية العمل من أجل التخفيف من البطالة ومعالجة سلسلة الرتب والرواتب من دون أذن على القطاع المالي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في ضوء التنقيب عن النفط هذا وتحدث مشاركون في الحفل وأبرزهم وزير الشباب والرياضة عن أهمية الوثيقة السياسية الشبابية والأهداف التي ستحققها ترجمة نانسي قنقر